بسم العمر الرحيم وينستعين هنكمل دلوقتي مع بعض البلان أو خطة الدروس وصلنا على خطوة رقم اثنين ويا ستارتينج او بداية المشروع هنبدأها بخطوة رقم واحد ويا امبورتينج لينكينج دي دابو جي لو قلنا ندخل على البرنامج هقول له close no وهقول له من قيمة ريفت structure هقول له new project واختار browse وهقول له structure analysis default temperate اللي عندي وتأكل كريت على create new project ووكي سنة البرنامج يحمل بيظهر عندي التمبلت بالشكل اللي احنا شايفينه ده هقول له insert اختار link cad وروح على مصار البرنامج ريفت structure 2010 imperial واختار خلق colors black and white و current view only و اختار و اختار اختار و اختار اختار يفتح لي شكل الرسمة بتاعة المدرسة زي ما احنا شايفين وضع قدامنا التفاصيل السلم والأوفيس والنورس زي ما احنا شايفين تفاصيل الرسم الجامل وبكده احنا خلاصنا درس خاص بأمورتينج DWG